الله ينور عليك وبعدين الحاجة الوحيدة وأنا متأقل أنه سيراجع نفسه فيها لنقهاب مش عينة دي بيسمع للناس اللي بتتكلم في الكرة كوي حتة شادو سترايكر أو المهاجم الوهمي ما تنفعش مع مصر ما تنفعش معنا احنا عندنا مهاجم مصطفى محمد عندنا كان قبل كده متعب عندنا عمر زاكي ميدو حسام حسن لا فراودة محمد عبدالبيريل لا أنا كنت باجي من تحت الله يقال لي شيران معاك فالفرود لازم بقى فيه فرود رئيسي وواحد يمين وواحد الشمال وتحتهم صنع على العابة أنا بقول لي ياهاب المطشات الأولانية دي لا أربعة اتنين تلاتة واحد اللي هي طريقة لعبنا اللي احنا متعودين عليها ويبدو كده انه هيعملها هيعملها في مطش أشرب هيعملها لما تبص على قوم المنتخبة ليه واخد محمد مجدي أفشا محمد إبراهيم وزعمد حمدي فده دليل انه هو كده الشكل رائح يلعب راكم عشب سواء لك أول مطش مش هلغبة اللعيبة لذلك بقى لهم سنة بيشتغلوهم مع كروش هيخليهم لعبوه مع أن إمام عشور كان كويس وأنا شايفه أنه هو أكتر واحد كان أداءه مقنع وبيروح عالجونه وجيب هو كان هابنت هقالي فاكر أن إمام هيعمل حتة الدفندر دي ويزيد اللي هي تمانية اللي هو هيبقى صانع على العاب وهيروح يزيد كتير وكده إمام ما عندهش الملكة أنه هو يرمي سروهات كتير ما عندهش الملكة أنه هو يلعب الناس حمدي والسلية مجهدين جدا السلية في الطبيعي لما بيبقى فايق بلعبة كورة صحيح معظم اللعيبة يعني مرموشة ما شفتوش قدة مجهد ومش مكانه أوش يلعب فولس نايرو آآ فرويد وزيزو مش مكانه ناحية الشمال زيزو عشان يفيدك إلعب ناحية الناس زيزو يمكن نشترك لما تجيه تصفد الأحماء في الأواحي زيزو دخل مكانه عارضه بص أنا ما أقدر شلومه على إهاب هو لسه بيحسس على المنتخب بيحط إيده على المنتخب فأنا شايف أن عشان ننقض إهاب بعد ستة شهور بعد سيد الدورين الثلاث ماتشات الأولانين والثلاث ماتشات العودة وإن شاء الله هنيوصل يعني أول وثاني بيوصلوا بعد كده نبتدي نشوف إيه إيجابياته إيه سلبياته إنما مش في 45 دقيقة ولعبتك هي اللي مش فيقة نقول المدرم حتى عامد صلاح قام بيلعبه ومصاب يعني هنجم الفرقة اللي عندك كان بيلعبه ومصاب أو مجهد قوي برضو يعني حت التكريم وقبل المباراة يعني هما يشكروا طبعا مساءة الوزير واتحاده كورني الكرام بس أنا كنت شايفة إنها تعمل في حفلة بره تكريمه ويجيب سلبياته إنما قبل المباراة دي بس أهمية وإمكانيات واحترافات محمد صلاح ما ظنش إنه هيتأثر معنويا أو تأثر ذهنيا في المنظر تهيأ لك ده محمد صلاح يا والله لو محمد علي كلاهي بصة كابتن أنا تركيزي في مباراة كلامك ألعب كورا مهما وصلت هتقول لي بره أسعاد بيسلمه في ثلاث دقائق بالظبط أنت عارف بتاعة محمد دي قعد 12 دقائق بالظبط مهما كان تركيزك لازم حتى اللعبة اللي معاك هيعودوا يتفرجوا بيسلموا إيه القلادة الفرعونية ماشي ده كله ده كويس بسي مش وقتها ما صلحش الغلط بالغلط أنت داخل عن براه مهما كان الخصم اللي قدامك وغينيا مش في القليلة صح لولا خايفة من اسم منتخب مصر الفيرة ديك هتجيب في الجوان هنا هم فهي كانت مرعوبة من اسم منتخب مصر تاني أفريقيا هم وآه تاريخنا هم فبرضو وعلى استادنا هنا فكانوا بضياء عزلك على حاجة فضلك هل المنتخب مصر محتاج آآ دم جديد لعيبة آآ يعني في لعيبة احنا عارفين نهما هما لعيبة كبار وعندهم خبرات دولية ويتقلق يهما دول اللاعبين الدوليين وفي لعيبة دوليين ولعيبة مش دوليين ولا احنا محتاجين بقى ايه اللعيب تاني كرياتيف كده مبتكر لعيب تاني شام من المنتخب باللغة يعني شام المنتخب لأول مرة عنده حماس وروح المنتخب لأول مرة هل محتاجين ده ولا محتاجين لعيبة اللي عندهم خبرات يو دي الاتنين مع بعض الاتنين مع بعض يعني كيروش على قد سلبيات اللي كان فيها شوية بس إيجابياته إن اللعيبة كانت كلها عندها طموح وقدت إيهاب هيمش على بدليل إنه دخل أحمد عاطف أستاذ أحمد رفعت دلوقتي وجاب أحمد حمدي وجاب أحمد حمدي أنا بحقي على كده أنا من زمان بنادي أنا وأنت فاكر أحمد عاطف أحمد عاطف من زمان آه لعيب كويس فهياخد وماله مما دخل تلات أربعة مع صلاح مع السلية مع حجازي مع النني وتلات أربعة زغيرين مشتقين يعني عجبني إن ندخل محمد إبراهيم جدا آه يعني محمد إبراهيم جي من فترة قال لك وأنا مش مصري لأ هو من بقاله فترة بصراحة محمد إبراهيم ماشي بشكل كويس أبقاله سنتين بصراحة آه وروح الندي دا يقصر الدين روح الندي دا يقصر الدين صح مقصة أسلامية أه ولعيب كورة صح وبعدين دلوقتي بقى وعنده خبرة منتخبات جدا لأنه من هو صغير وبعدين في عنده حاجة أنه هو بيدافع دلوقتي كويس قوي يعني دايما حريف ما بتلاقيه بيش دافع كويس صح هو لا دا فيه فرق ساعات بتلعبوا تفندر ثاني آه فهو أنا عجبني السياسة دي فعلا عايزين لعيبة ممهوبة كتير في الملعب زي الزمان آه أنت الزمان كنت بتلاقي أربعة خمس لعيبة كورة صح أنت دلوقتي يا دوبك صلاح وشكرا والباقي كله موجود الزاتي مع أن أنت عندك قرفش لعيب كويس صلاحي لعيب كورة مرموش مفروض أنه هو لعيب كورة ما عرفش أنا من ساعة جون ليبيا وإحنا كلنا وقلنا بشت مموش طالع آه ولقيته ولا مباراة ده بعد كده كويسة ما يزعلش مني لو حد هيوصله أو حد يزيما هو لعيب كويس دا ما قلنا على حسين الشيحات لعيب كويس بس ضارب قوت فاللعيبة دي مين هيعمل فرق مع المنتخب إلى مكان لعيب موهوب آه فيه ثلاثة أربعة موهوبين جنب ستة مين هي المتفايل بي أو في المتفايل الفنة اللي جاية مع الكابة لعيب جلال بريم عادل يعيني مش لعيب كورة لعيب كورة وقوي صغير بس أنا نفسي يروح يحترف بره والله العظيم نفسي يعني مش عيب يعني ولد زي دا ولد زي أحمد عاطف يسيبوه ويطلع أحمد عبد المنع عبد المنع يعني فيه لعيبة فعلاً صغيرة تطلع أنا قلت على أحمد فتوح من أيام كاس العرب وقلت لي الزي مالك هيزعله قلت لك يا أخي يفتخروا أنه عنده موحد زي أحمد فتوح يلعب يفرق عن إدريسا جنجي إيه بيكلمك بأمانة يعني بص دا دا في بريسان جرمان فأنا عندي أربع خمس لعيبة لو احترفوا بره هيرجعوا لنا هنا تخب مصر دا يبقى جامد قوي ما تزعلش مني الدوري المصري بتاعنا ما يفرش إلا إذا لعيب ما هو بقوي وبيكافح معاهم زي محمد إبراهيم بيظهر ليه عشان لعيب كور أفشف أوحش حالاته بتليقي كويس عبدالله سعيد لغاية شهرين ثلاثة أحسن لعيب الدوري المصري بالاتفاق أنا وإنت من فترة فالدوري المصري مش هيفرز اللعيبة دي أنا بعض رأيها برضو إنت جاي لعيبة محبطة اللعيبة الدوري مش مستقرة عندك منلعب أسبوعين ويتوقف له قد كده فاللعيبة حتى مستوها وحش في الدوري المصري جدا أول الدوري المصري خسران أربع مصراته بتعديل ثلاثة أول الدوري المصري شعر تبدأ دا في فرق فوق برة أو في الدوري السعودي أو أو بتخسر ماتش واحد في الموسم أنت عندك فرق بتخسر بالتلاثة أربع ماتشات والفرق اللعورة مش محصلة طيب دا مش مؤشر أنه الفرق دلوقتي بقت متقربة جدا في المستوى في الدوري؟ أيها متقربة في المستوى وحش جدا أحوالله المتقربة في المستوى الوحش جدا يعني ما بتبص على المستويات كلها كلها زي بعض ووحشة تفرج على ماتش يا دوبك لهم فرقتين ثلاثة اللي بتلعب كورة في يوتشار الأهل المفايق الزمالك هو وفايق بيرامز ما عرفش هيخد دوري أمتى؟ أو هيخد كاس أمتى؟ في الإنكريات دي واللعيبة دي هنوعد إحنا بقالنا أربع سنين بيقول هيجي هيخد تجربة تجربة ترى ماول وفرحاني إن هو بينافس أهلي وزمالك حلو طب هنفضل نقول فرحاني إن هو بينافس وفي آخر الدنيا يمشي إمتى هيخد الدوري؟ الفتح السعودي من 3-4 سنين خد الدوري السعودي عشان تاخد من الهلال والنصر والاتحاد والفتح أنا فاكر مع فتح الجبالي المدرب التونسي خد بعه ليستر سيتي خد الدوري طب إمتى بيرامز هتاخد؟ المقصة يوم إيهاب جلال عافر خد تاني في الدوري كان بأي مجموعتين يعني بس ههو فالدوري المصري مش هيفرز العيب أوف أنا مش عايز يهجوم على إيهاب كتير إيهاب هيستحمل بس هيجيله فترة مش هاستحمل مش هاستحمل مش هاستحمل